اثنياً هذه الأحزاب اليوم الموجودة في السلطة جميعها بمختلف مشارفها سنية كردية وشيعية هي أتت من ظلم ومن اضطهاد من جميع الجهات وكانت لا تمارس العمل بحرية مثل ما احنا اليوم المارس وكانت تمارس العمل بخفية واختفاء وضغط فلهذا السبب هذا كل أثر على عملها الحزبي لما ظهرت إلى العيان وبدأت تمارس العمل الحزبي حتى كان في كتابة الدستور وفي كل تشريعات الدولة بدأت هذا يظهر على تأثيرها الخارجي وتأثيرها الضغط الموجود واتت فيه إلى السلطة